موسيقى تنزيلا لتوصيات المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بمدينة مراكش والتي تم خلاله انتخاب أو تعيين اللجنة التحضيرية لإعداد المؤتمر الوطني السادس عشر تم عقد اليوم اللقاء الأولي أو تمت انطلاق مسلسل إعداد المؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة قلعة سراغنق وقد استهل هذا اللقاء بعقد ندوة وطنية حول النموذج التنموي الجديد وأيات حكامة للشباب على اعتبار أننا كجمعية منذ تاريخ سيسينغ 15 دجمبر 1965 ونحن ننخارط ونهتم بقضايا الشباب داخل هذا الوطن من هذا المنطلق تم انطلاق هذا المسلسل الإعدادي والذي ستنطلق بعد قليل اجتماع اللجنة التحضيرية الأولي الذي سنناقش فيه منهجية عمل اللجنة التحضيرية حيث أن سيرورة الإعداد لتهيئ المؤتمرات الوطنية داخل جمعية الموايب مرت بسيروريات كانت متطورة جدا وهذه السنة هذه نطبح بأن نبدأ مسلسل الإعداد بنفس ديمقراطي جديد خاصة وأننا نعيش أزمة كورونا وما نتج عنها من تعطيل مجموعة من المؤسسات وخاصة المؤسسات التي تعنى بقضايا الطفولة والشباب المسارح وفضاءات الترفيه ودور الشباب إلى غير ذلك من هذا المنطلق أصبح مطروح علينا ريهان كيف نتحدى هذه الجائحة وريهان كيف نشتغل بآليات جديدة داخل جمعيتنا وداخل منظمتنا لكي نتجاوز أو ندبر مثل هذه المخاطر من هنا فسنهيئ لمؤتمرنا السادس عشر الذي نأمل له أن يكون مؤتمرا لكل المواهبيين والمواهبيات نأمل أن يكون مؤتمرا يعني يسفر عن مجموعة من أو يناقش مجموعة من القضايا التي تعنى بالشباب تعنى بالطفولة تعنى بمجموعة من القضايا التي طالما دافعنا عنها وترافع عنها منذ تاريخ تأسيسنا فهذه السنة هذه المسلسل للانطلاق الإعداد يعني يتزامن مع احتفالات أو إطفاء جمعيتنا الشمعة السادسة والخمسون لتأسيسها 56 سنة من النضال 56 سنة من الطرافع القضايا الشباب والطفولة 56 سنة من التواجد داخل الحقل المدني ببلادنا وهذه المدة التي كانت مدة طويلة بدون شك أننا راكمنا خلالها مجموعة من التجارب والتي ستكون محطة نقاش داخل هذه اللجنة التحضيرية التي نأمل أن تكون لجنة تحضيرية لكل المواهبيين والمواهبيات ولجنة تحضيرية نستطيع أن نصل بها إلى المؤتمر الوطني السادس عشر يعني بأوراق تكون في مستوى تطلعات الحقل المدني عامة داخل بلادنا موسيقى